رويدا رويدا تغرق السلطة الفلسطينية في أزمة مالية خانقة تعجزها حتى الآن عن دفع رواتب موظفيها لهذا الشهر الفلسطينيون رفضوا تسلم أموالهم الشهرية من إسرائيل بعد أن اقتطعت الأخيرة جزءا منها بذريعة أنها موجهة لدعم الإرهاب الفلسطينيون شكوا أمرهم لمجلس الأمن فما كان من مبعوث أمريكا الخاص للشرق الأوسط جيسون جريمبلات إلا أن اتهم الفلسطينيين بافتعال الأزمة بل وايد شطب أموال الأسرى وأسر الضحايا كلام جريمبلات في الأمم المتحدة مرفوض ومردود عليهم وعلى الأمم المتحدة أن تقدم على اتخاذ قرارات تلزم إسرائيل بصرف كامل المقاصر الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية لم تبدأ هذا الشهر بل نشأت مع قرار الولايات المتحدة وقف دعمها المالي للفلسطينيين ثم وقف دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ثم إنهاء عمل وكالة التنمية الأمريكية وكل ذلك يتزامن مع التلويح بعرض صفقة كبرى لحل سياسي شامل يرفضها الفلسطينيون سلفا يقطع عنك المساعدات يقطع عن الأنور والمساعدات يقطع عن المستشفيات المساعدات تقطع إسرائيل أموال تسرق أموالنا يؤيدها الرئيس ترام يذهبون إلى حواضر العرب للحصول على تمويل لهذه الدرجة وصلت الأمور عندهم لأنه فرض الحقائق على الأرض وفرض أنه يجب أن تحل القضية دون القدس ودون دولة فلسطينية ودون حق شعب فلسطيني هذا لن يحدث المواجهة المنفردة سياسيا وماليا مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية مستحيلة لذلك يعول الفلسطينيون على العمق العربي وبعض الصداقات الأوروبية لتحصيل حقوقهم في ظل ما يرونه تناغما غير مسبوك بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عبد الحفيظ جعوان العربية الأراضي الفلسطينية